شوية تجار أثار بيبيعوا تمثال ومأمنين المكان عشان هم جمدان ومحدش يسرقهم لأنهم حقيقة يا ما خدوا على أفاهم من مقنع كده فهم شغالين هب المقنع جه يوقي التحية عليهم وعمل لهم قلب كمان على الإزاز من بره أصله مليء بالعاطفة وقصر لهم المكان على اللي فيه وخد التمثال وقعد برضو يرسل لهم قلوب كتير كده طائرة في الجو وهو ماشي مستفز وده مخلي بلطجي لتجار الأثار هيطأ ما هو يأما يقتله يا يعتزل المهنة يحسل ومن ناحية الثانية البطلة شرطية مع الدية قضت على أكبر العصابات الخزعبلية لوحدها بس واضح إن هي فضحت واحد كبير في الدولة فشنكلها في شغلها ونقلها كعقاب قسم فريق الأثار وهي مش طيقة نفسها ولقيت المكتب بتاحهم حاجة امتربة ويقرف وفاضي فبتدور بقى على فريقها فين هب لقيت شورتي روش كده مقضيها جيم فريحة تقوله أنا جديدة معاكو في الفريق فقال لها طب استنيني يا مستجدة لحد ما خلص تدريباتي وفوقلك فقالت له أنا ريزتك يا هبل أقف كده مظبوط وكلمني فتعضل بسرعة واحترم نفسه فيا طب ما فيش مسؤول عن الفريق اللي مالوش ملامح ده فاللاعب عليكي ده القائد بتاعنا فلزة وخدها بالعربية تشوفه وفي الطريق قال لها لعلمك القائد بتاعنا عبقاري جداً كان ميسك فريق مكافحة المخدرات ومتقلك واسمه بس كان يخلي المدمنين يصحافوا من الرعب فقالت له طب وقل رمال رمي السودة دي فلا أصل بعيد عنك من عشر سنين ميسك شحنة مخدرات كبيرة كانت متهربة وفيها أثار مضروبة تمويه يعني بس علمين قائدنا النبغة قصر كل الأثار المضروبة وعد يتفاخر قدام الإعلام بس الواكسة إنها طلعت أثار أصلية وكده دمر كنز وطني بمليارات الدولارات وفضحته بقت في كل حتة لدرجة إنه بقى يدرس في الكتب كعبرة للغباء بس عشان كان جامد في شغله نقلوه قسم الأثار كتأديب بدل ما يتردوه فالبطل ده أنا شكل حد داع علي عشان أنقل القسم بتاعكو هتمسحوا السيبي بتاعي المهم هو أصل برنامج تلفزيوني القائد الفالزة عمال يحضر والبرنامج عبارة عن أي حد معاه حاجة تعود لعصر قديم يعرضها ويقدروا سعرها ففي طفل وأخوها كده صغيرين جيهم بعملة قديمة واخدانها من جدتهم اللي توفت فهم عايزين يبعوها وياخدوا مبلغ يعيشوا به بس للأسف سعرها كان لا يذكر لأنها مش ندرة والبطل أو الضابط الروج كانوا زعلنين عليهم قوي وأول ما البرنامج خلص رحوا يقابلوا القائد وده ما سلمش عليهم أصلا وخدهم على العربيته من سكات وتلعى أنه موجود هنا عشان فيه حرامية كتير بتستنى برا البرنامج يلقفوا أي حد خارج بتحفى فنية قديمة وفعلا ما كملوش دي أمر رقبة وإذا بحرامي لقط واحد غلبان بيقناعه يبع له اللي معاه بس الراجل رفض ومشي وليس الحرامي والمساعد بتاعه هيتعقبوه ويقلبوه هب القائد بعت الروش والبطلة وراهم فالروش نفخر مساعده فرشه والبطلة جريت ورى الحرامي ما سفتش حتة فيه سليمة شوية كمان كان هيتوب على أديها بس أم نطت من سطح العمارة عشان يخلص منها والقائد كان مستنيه تحته وهبشه ولقى البطلة بتنط من السطحة هي كمان فالقائد انبهر بها قوي وقال لها انت كده نجحتي في أول امتحان بجربه فيكي وفي الآخر هنكتشف ان القائد تلع متفق مع مدير البرنامج والرجل الغالبان اللي تلع ممثل تابعه في الآخر عشان يقبضه على الحرامي والبطلة آية ولاد اللعيبة دانت اطلعته قسم ساسبينس والقائد قال لها تروح النهاردة ودع فلوس تشبرق بها نفسها فكانت مزقطة وفي طريقها لقيت الطفلة واخوها صغيرين قاعدين لوحدهم مش عارفين يروحوا فعرضت توصلهم واخدتهم عزمتهم على اكل واشترت منهم العملة بالمبلغ اللي عايزينه بس سابتهالهم في الآخر لانها الذكرى اخيرة من جدتهم لان هي زمان جدتها ربتها بعد وفاة اهلها وبعد ما توفت اتربت في ملجأ فحسب الاطفال تاني يوم القائد قال للبطلة ان فيه مجلد تاريخي وواحد طمع لقاءه وكان عايز يبيعوا للحكومة بخمسمائة مليون دولار فالحكومة قالت له يا حبيبي ده بتاع ام الدولة مش بتاع ام حضرتها فهاتوا ببلاش فقال لهم اذا كان كده يا خسار اصلي دع مني ومش لقيه فالبطلة المفروضة هتتعاون مع البطل وده موظف من مركز ادارة التراث عشان يقنعهم طمع يرجع المجلد فالبطلة رحت تدور على البطل لكنها تهلكت ما بيردش عطرفونات ومشي تسأل عليك عيل تايه لحد ما لقيته في منطقة معابة كده وفي قوضة موريبة شكلها مقلب قمامة وهو شكله مقتول مش نايم فجاية تطمن عليه صحي مسروع على وشها وبعدين لما عرف اللي فيها قال لها على جثتي اتعاون معاكي انا ما جاتليش اوامر بكده امشي يا حبيبتي ولسه بيكلم مكتبه لقى نفسه لبس في الشغلانة فخد البطلة وراحوا يقابلوا الطمع وهناك البطلة من على البوابة عملة اشتم الطمع فالبطل قال لها اعود اشتم انت بقى وبوازي لنا ام المهم ياريت تسكتي لا يسمعنا وراح جاب شوية هدايا ودخل للطمع بقصائد متح وجايب لك حل من نوع فاخر ونظرة شمسة قال ايه تحمي عنيه وتطبيل والبطلة مش مهزة فالبطل قعد يقلبوا بقى في الكلام عشان يسلموا المجلد او يعرف مكانه بس البطلة خلقها هدايا وقيت له بص حلو مش هتعرف تبيع المجلد احنا مرقبينك كويس فمحدش هيشارك معاك في الجريمة فالبطل قال لها نقاطينا بسكاتك ده فيه امم عايزة تشاركه اصلا ولا فرق معهم القانون انت منين يا شطرة وقم اعتذر للطمع فالبطل عشاب شايته من هناك وقالت للقائد ان الطمع ده محتاجة ربه وانه مش طيقة تشتغل مع البطل عشان عار على الدولة المهم فيه زعيم عشابة كده لتجر اثار بيدور على عملات اثرية ولقى واحد يبدو فيستك مالوش اهل يسألوا عليه ومعاه عملات يسلم هالو فالزعيم قال له حلوة او شكرا على العملات بس انت فكر انك هتخرج من هنا حي يا عسل يلي جاي لوحدك ما كانش يعرف ان العسل ده مش محتاج حد معاه اساسا ولا اهل يسألوا عليه لانه جامد وخلص على رجالة الزعيم كلهم بالزعيم شخصيا وخد كل العملات واللي شافه من كاميرات المرأ بقى هوا البلطاجي وده هارب على الشرطة عيدل يسلم نفسه والقاضي يقول له هي المخدرات اللي لحس الدماغك ولا ايه ده انا بقى لي كارني بحاول امسكك وعاجز تقوم يسلم نفسك فقال له ايوان ده عين العقل عشان هنا اكتر امان بالنسبالي وكان خايف مجامد جدا وبنحة التانية الطماع شرب الكحول الفاخر اللي البطل ادهوله ولعس وبالنسبة للنظارة فطلع البطل انه هو المقنع اللي بيهلب الآثار بمساعدة واحدة هاكر عبقرية لاسعة قوي تعشق ما هو مجنون تموت في الخطر لمجرد انه ممتع واشتغلت في المخابرات قبل كده واختركت الامن القومي لمجرد المتعة فطردوها بس بعد كده الاسهم لعبت في ايديها وبقت ثرية بالحظ وحاليا بتدعم البطل في سرقة الآثار من الحرامية وعمل له بدلة خاصة للمهمات ودلوقتي بتعد تدله على الاماكن الخطرة في بيت الطماع عشان حاطت في خاخ كهربائية هتلاسوعه وبعد شاء لبزات البطل عملها كتير دخل البيت بأمان بس للاسف مش لها اي حاجة فالهاكر بتقوله ايه رأيك نقتل الطماع وندور بلاحتنا ولما رفض قلت له خلاص نقهربه او نعذبه فهو خف حماس شوية هبه واحد تابع الطماع رن الجرز وكانه هيروح في دهي بس الهاكر رحيت له كل هدوء وقالت له بقولك ايه انا معجبة بيك مات يجي فيعني الرجل خف وجري المهم البطل لقى مدخل سري تحت الارض ومتغطي كله باغلفة بتمنع اي جهاز يلقط اشارة وده اللي خلال الشرطة ما تلاقيش حاجة لما فتش البيت والمكان كله ملغم بأسهم الحمد لله البطل فلت منها ولما جه ياخد المجلد بنجاح فجأة المكان ساخن وكانها يشويه بس هو قدر يخرج بسلام ونجاح والنحية الثانية فريق البطلة كان بيحتفل بتاعينها وبيقولولها ربنا يعينك معنا في الشغلان الخطرة دي وده فيه اجرام كتير وعصابات فوق ما تتخيلي هتندامي فهي بجد التشويق والاثارة دي انا راشقة معاك وفهم يا بنتي ممكن بتتمحي في ثانية فهي انا اعشق المخطرة بحياتي فراحوا رصين لها اخطر المجرمين المشهورين وحشة في كل مكان بيروحوا وده هو البطل اصلا والبطلة يا سلام احكولي اكتر احكولي فقاموا اخدنها ووروها اثار مجمعينها لان البطل المقنع او الزربان كل ما يسرق حاجة بيجيبها لهم فالبطلة بتقول لهم طب بتطردوا ليه مدام ده كويس فوقاد قال لها معلش بس استيل حرامي وده شغلنا وبعدين فريق البطلة راح يحققه في موت زعيم تجري الاثار بس ما لقوش حاجة في بيته ولا اي ادلة لحد ما البلطغ يكلم القائد وقال له انا هقول كل حاجة الجامد المعتوه قتلهم كلهم عشان شوية عملات وتعالي وهقولك القديم والجديد مقابل تخفض العقوبة لكن القائد ما الحقش يقبله عشان الجامد كان قتله في السجن والقائد مش عارف هوية السفاح الجامد دمين وهيتجنت لحد ما افتقر زمان ان البطل كان عايز يعمل مبادرة يحمي بيها الكنوز الوطنية وشايف ان الامة اللي ترمي تاريخها لا لها ماضي ولا مستقبل فابتدى يشك في البطل اما البطل فبعد ما سمع موت الزعيمة صدم عشان كانوا يسرقوا خصوصا بعد ما عارف من الهقر انه بيدور على عملات معينة ويتضح ان ابو البطل كان محب للتاريخ زمان وقال له ان ساعة احتلال اليابان لكوريا في اشعة انهم سرقوا كنوز وخبوها وعشان يلاقي الكنز ده لازم يلاقي سبع عملات مميزين فالبطل عارف سبب قتل الجامد للزعيم وراح مسرح الجريمة يدور على اي دليل وبالصد فالقائد راح هناك برضو بيدور وشاف المقنع وقفجه فالمقنع البطل قال له ينفع بعد كل الهداء اللي ببعتها لك دي ترفع في وش سلاح يصح كده فالقائد قال له انه لازم برضو اعرف انت مين يعني وما لحقوش يكملوا كلامهم عشان سمعوا صوت وصول الشرطة والبطل ام توهد دنيا وهرب بس كان قال للقائد انه هيبعت له هدية جديدة تاني يوم هوب فعلا تاني يوم لقينا القائد في مؤتمر صحفي اعلن ان المجلد بقى في ايد الدولة بعد محد مجهول اتبرع بي وطبعا الشعب كان فرحان جدا على عكس الطماع اللي في الوقت ده تجارة فارمسكو هيعملوا منه كفتة المؤمن البطل خدت البطل وراحت على بيت الطماع تسأله على كم حاجة كده بس ما لقيتهش ومرضتش البطل تخرج الا لما البطل هددها انه هيبلغانها ان هي اقتحمة البيت من غير تصريح ولا اي حاجة فالبطل قلت له بص من الاخر كده انا بحاول اعرف الطماع اعلقته بالمقنع الحرامي عشان حاسه انه في حاجة بتجمعها ويرد تساعدني فالبطل قال له على كده بقى تدوني كام لو ساعدتكو فالبطل قالت له الفصلان ده ساعدنا بس وهنتفعلك وراحت حكت للقائد اللي حصل وده قال لها خليك ورى البطل عشان هو اللي هيوصلنا للمقنع المهم في الوقت ده ظهرت فوزة اثرية بيملكها راجل اعمال ثري والدولة رفع عليه قضية بس فشل فرئيس البطل قال له يرجع الفوزة دي ولو هيدفع ملايين الدولارات في المزاد اللي الثري هيعمله عشان الشعب ما يقومش عليهم المهم راجل الاعمال الثري جاله شاب كده غني وقال له انا هقطع شغل معاك لانك سيئ السمعة وعيلتك كانوا موليين لليابان فالثري زعل وده ما ينفعش يزعل الصراحة عشان تاني يوم كان خبر وفاة الشاب الغني ده على كل للفضائيات وهو اللي متسوق سمعته واللي كان قتله هو الجامد اللي هيطلع مساعد الثري وبينفذ اوامله مقابل انه اخته بتتعالج برا والثري معايشها حياة مرفه المهم جاه وقت المزاد والبطل دخل بقلب الجامد انه هيكسب وينفهم زميله في الشغل انه مسيطر وفي منافس متفق معاي ساعده هبقام المنافس ده باعه وعلع عليه في السعر لحد ما البطل خسر بس فجأة واحدة دخلت وكسبت هي المزاد وتلعج دي الهاقر بس متنكرة وبكده الفوضة بقت تباحهم اما الفلوس اللي صرفها عليها فتباحهم برضو مش هتروح بعيد لان البطل طلع على رجالة الثري وهي بتنقل الاموال ودخل فيهم اجوان شالفضهم بس في جامعة نطوا عليه وكتفوه لكن فجأة اما طلع لهم ريحة من حلوتها اغمى عليهم وخد الفلوس وفل وكل فل فالثار الغاضب وقال لرجالته يرجعوله الفلوس دي يا ما يموتهم كلهم لحد ما بالصدفة شاف فيديو للاطفال اللي كانوا على التيفي في البرنامج وبيتكلموا عن عملة جدتهم فطلب من الجامد يجي بهاله فالجامد راح بيت الاطفال على اساس يقتلهم وياخد العملة ساعتها البطل عرفت ان العملات عبارة عن خريطة لكنز اليابانيين كانوا سرقينه ومخبيينه فالبطل لما راحت بيت الاطفال لقتهم اختفوا فاتخدد بس هتعرف ان فيه راهب خدهم ووديهم نفس الملجأ اللي هي اترابت في زمان وكان قلب من الاطفال العملة وده كان في مصلحتهم لان الجامد ما قتلهمش فالقائد عرف ان الراهب ده تاجر اثار قديم ومحتل استوري مدوخهم من زمان ساعتها القائد قال للبطلة تجيب له البطل من تحت الارض فالبطلة فضلت مستنياء قدام بيته لحد تاني يوم الصبح ولما ما جاش قامت مقتحة مشاقته هب لقيته بياخد دوش فابضت عليه بلتجة كده وخلاص وودته للقائد اللي كنا فاكرينه هيقبض عليه بس في الاخر قال له انت ايه علاقتك بالمقنع بالزبط لاني واثق انك تعرفه كل مكان بتروح يا اخي بيظهر فيه احنا عايزينك توصله ان احنا هنضم الفريقنا ويساعدنا نرجع اثار البلد المنهوبة فالبطل قال لهم خلاص يا جامع انا المقنع فضحكوا عليه وقال له بص احنا مش فيقين للهزار دلوقتي وصلنا انت بس بالمقنع وما لكش دعو فجالهم بالليل بلبس المقنع وهيبة بس جاي يسند هب بام واقع واقع معه بريستيجو بس وافق يساعد القائد وفريقه مقابل ان هما بعدا لما يرجعوا قائمة الاثار المفقودة يرجعوا كمان مؤسسة معينة المفروض وكالة سرية بتكتشف الاثار وترجعها للدولة بس الفري يواخدها وبيقلب الاثار المهمة وبيسيب للبلد تفاهات فالقائد وافق على صارت المقنع واتفقوا يتواصلوا عن طريق البطل بعدها القائد رح يشوف اثنين نصابين كده كانوا تلاميذ المحتل الاستوري فقالولوا صدقنا ما شفناش وش بقى الناس نين وما فيش دقايق ورجعوا للقائد يعياته لانهم رحوا ينصبوا على اثنين كبار في السن بس طلع اثنين صب عليهم وواحد من الاثنين ده هو المحتل الاستوري والتانية اللي معاه هي الاكسي بتاعته بس الاكسي تلعت غدارة وبلغت عنه فالبطل رح تستلمته وسلمته للقائد وراحت بعدها محدش يقدر يخترقها ويقدر يتواصلوا بيها فوهي معاه جالها رسالة ان فيه دليل جديد في قضية قتل الزعيم فخلت البطل يوصلها فهي راح اتحقق والبطل لقى اثنين بيرقبوها من بعيد ودور رجال تثاري بعيتهم يخلصوا عليها لانها من فريق القائد اللي عايز يحبسه فالبطل جاي يحذرها هوب لقاها اختفت فبدأ يتعقبها عن طريق الموبايلات وقتها البطلة فقت من الاغماء وضربت اللي خطفوها طحنتهم بس الجامد ظهر لها وكان هيتاويها بس هيا بتقاوم على قد ما تقدر لحد ما البطل المقنع وصل ومسك الجامد وقاعد هما اللي اتنين يهرسوا في بعض يهرسوا في بعض لحد ما الجامد اتصاب جامد ولسه البطل بيتطمن على البطلة قام الجامد ضربه فالبطلة ضربة في قلبك وقصرت عليه حاجة خلته يقع من دور عالي والبطل ساعتها كان فقد الوعي بس فق والجامد هرب لما سمع صوت الشرطة المهم المحتالي الاستوري قرر يتعاون مع القائد بدل ما يتقبض عليه وكمان سلموا العملة اللي قلبها من الاطفال والقائد ساعتها جالوا تريفون من البطلة باللي حصل لها فراح هو والروش المستشفى يتطمنوا عليها اما البطل فراح للهكر يستريح بعد الدرب اللي اخده فالهكر بتقوله ايه اللي انت عامله في نفسك ده لا تكون فكر نفسك بطل اكشن ولا حاجة فويا حبيبي انت مجرد حرامي فالبطل ايه لازمتها اتقل ايجابية اللي بتدعميني بها دي ما توفريها بعدها الهكر قررت تستضيف القائد وبقي فريقه في بيتها المتواضع بدل المكان المهجور اللي بيتقابلوا فيه وبدأ يشوفوا هيجيبوا اخر عملة ازاي فالمحتالي الاستوري قال لهم ان العملة دي مع تاجر اثار سيني مقتنع ان العملة دي وشي ساعد عليه وانقذته من الموت وخلته غني وحظوا من ان الصيني دا عايش في جزيرة جازو وبقاله كام سنة بس المشكلة انه بخب العملة دي في خزنة سرية صعب جدا اي حد يوصل لها وبدأوا يحطوا خطتهم فالبطل قرر ياخد اجازة من الشغل عشان يسافر معاهم ويعملوا المهمة هب لقى مديره موديه مهمة في الجزيرة برضو تبع الشغل وبعت لي واحدة سهنة كده تساعده يفتح بقه تلاقي واحد تا فهملوش اي لازمة وبيقع من نظرها ولما رجبت مع البطل العربية عملت نفسها ما بتعرفش تسوق ومع انها مجرمت سواقه عشان هو اللي يلبس وترتاحها ففعلا ساء بنفسه اما البطل لبس القناع وروح للقائد وبقى الفريق عشان الخطة اللي كانت عبارة عن ان القائد والبطلة هيعملوا نفسهم مرتبطين وتنقروا كاغنياء وادخلوا الفندق بتاع التاجر الصيني وقعدوا بقى يلعبوا ماركي تيري بيلهابل وكانوا محترفين عشان يلفتوا انتباهوا فعلا ده حصل والتاجر بقى ايه عينه زيغة ويموت في الستات المرتبطة فأمواخد البطلة غرفته الفي اي بي واول لما قفل الباب من هنا البطلة تحولت عليه مسكته نفخته وشربته حاجة تخليه مايعرفش يجدب وعرفت منه الرقم السري بتاع الخزنة اللي حاليا المحاطة بلايزر بالهابل جنن البطل ولما عدى الليزر عرف كلمة السر وقدر ياخد العملة هب الانذارات اشتغلت في كل مكان فالبطل امحاد في العملة من بعيد للروش يسلمها للقائد بتاعه عقبل ما يتصرف ويقدر يخرج لكن البطلة ماردتش تسيب البطل الصراحة وعدت تفتكر الرقم السر التاني اللي يوقف الانذارات وفعلا قدرت وهدت الاوضاع بس فجأة تحاطه برجالة التاجر الصيني بس البطل والبطلة فطحنهم وزينوا بهم الأرضية وبعدين هربوا اي نعم بصعوبة بس فلتوا وبعدين البطل روح على الفندق اللي هو فيه مع السهنة فهي راحت تردح له انه ما بيشتغلش وهتقول للمدير عليه بس سكت تأول لما طلع لها الكريدت كارد بتاعه تشبرق بي نفسها فراحت تسهر بسرعة على حسابه هما البطلة بقى فراحت للقائد وكانت مستنية الروش بالعملة اللي معاه بس المشكلة ان الجامد طارد الروش والروش بهدله ضرب بس تهنف الآخر واتخدت العملة منه وحظوا ان القائد والبطل اللي حقوه وخدوه على المستشفى وطلع ان المحتال الاستوري خدحهم وكان متفق مع الجامد من البداية وهو اللي خلى نفسه كأنه اتقبض عليه تاني يوم السهنة شافت البطل خارج من الفندق فدخلت قطه لقيت لبس شغله وقربج وحاجات مريبة كده فالسهنة خافت وهو جو اوعى تفهميني غلط انا مش بتاع الكلام ده على فكرة فهي ما صدقتوش وافتقرت وسايكو وصراحة هو ما كانش عنده وقت يدفع عن نفسه لانه عرف ان الروش تصاب فرح له على المستشفى على طول وهناك عرف ان المحتال خد العملة بتاعت الاطفال بس القائد الناصح كان بدلها بعملة مزيفة الهاكر اللي عاملها ودي فيها تتبع ادوها للجامد لانه هيوصلها للثري اللي هيحطها في خزنته السرية فيقدروا يعرفوا مكانها المهم والبطل رجع للعاصمة مع السهنة المتجنبة الاعلام هينشر لي فيديو لما كان مقنع مع البطلة وهم بيهربوا من الفندق فالسهنة وكمان مجرم لا ده نبلغ عنك بس البطل قتاشها وقعد يقول لها انه عامل سر في الشرطة ومتخفي وانه هيخليها شركته وهي صدقت وكانت متحمسة قوي لدرجة انها بدأت تعامله باحترام في الشغل مع انها دايما مهزقاه فقال لها ترجع تعامله زي الاول عشان محدش يشك فيهم بس واضح ان هي مصممة تتقفش بسبب حماسها الزيادة لانها عايشة في اجواء جيمس بوند والحاجات دي فالبطل لما جاب اخره قال للهكر انه عايز يخلص منها فقالت له مستحيل احنا محتاجينها اصلي الثري بيعمل مساج مرتين في الاسبوع والسهنة درست الحاجات دي فالبطل رح يسأل السهنة هي درستهم ليه فقالت له اصلا كنت فكرة ان المدير بتاعي اهبل فكنت بفكر اسيب الشغلانة دي واعمل شفت كارير وكانت تقصد ان المدير هو البطل لكنه حاول ما ياخدش الكلام على نفسه او المهم خادها وعرفه على باقي الفريق واتفقوا معاها وهي وافقت وحبت تعيش الدور شويتين وتقول من اجل العدالة وازدهر البلاد هضحب نفسي لو انت راح تعملي مساج على فكرة مش راح تحاربي عمتا رحت للثري فعلا وبدأت المساج وكمان بدأت تجره في الكلام وبكل سلاسة خدت بصمته والبطل كان متفاجئ انها عدت بسهولة دي مع انه كان متراهن انها تفضح بعد كده الهاكر طلعت نسخة من البصمة وبدأت تشرح للبطل خزنة الثري اللي هيدخلها عاملة ازاي فنعرف ان دي خزنة ملهاش مثيل عملها فنان افخخ كده وتفجير اللي هيدخلها ومايعرفش يحل الغاز هيداس ومش هيطلع حي تاني فالبطل قررت تروح مع المقنع عشان ما يبقاش لوحده وفضل الطول الليل تدري الشخصية مصمم الخزنة يمكن يساعدها في حاجة وتاني يوم خدت البطل المقنع وروحوا الماغزن اللي عارفوا مكانه من جهاز التعقب اللي على العملة المزيفة بش فجأة الاتصال بالهاكر اتقطع فالابطال ما عندهمش فرصة يخرجوا الا لما يفتحوا الخزنة ودخلوا اول قوضة ولقوا دي ان هي عبارة عن بازل اللي كتاب تاريخي قديم اللي مش قاري يونهوري ويا دوب لسه بيبدأوا يلعبوا هب لقوا غسام بيخرج ويقف كل شوية فاضي فبما ان البطل معاكوا ناع مصمم ضد الغازات فاضطر يخلعوا وادقوا للبطل تلبسوا شوية على ما يكملوا حل اللغز وهنا البطل اتفاجئت ان البطل هو المقنعة فالبطل ما انا اقيل لكم بنفسي بس انتم اللي اخبية اعمل لكم ايه وبعدين رجعوا لللغز لحد ما حلوه وقدروا يطلعوا من القوضة دي قبل ما يفتحوا هب دخلوا على المرحلة اللي بعدها وكانت لغز برضو بس من نوع اخر الموتى المرة دي مش تسميم لا دي الحيطة تتربق على دمخهم حرفيا والمفروض انهم يلبسوا تمثال معين اكسسوارات كده محطوطة في بلاط الحيطة وكل ما يشولوا بلاطة الحيطة تتجق عليهم اكتر وكانوا هيتهرسوا بس نكحوا في الاخر اموا دخلين اخر قوضة ودي بقى بتختبر صبرهم تقريبا وفيه وقت معين المفروض ياخدوا مفتاح من فضة اثرية فيه فالبطل كانت هتكسرها لكن البطل وقفها وقال لها يا غبية لو عملت كده هتقع في الفخ ولما الوقت قدامهم عدة ما حصل لهمش اي حاجة وقاموا متخطين المرحلة دي وقدروا يوصلوا للخرفة السرية الاخيرة اللي فيها الاثار وهنا الثاري ظهر وطلع ان ده كله خطة منه اساسا عشان يخلي الابطال يفتحوا الخزنة اللي هو ما كانش عارف يفتحها من ساعة موت المصمم الياباني وده لان في اليوم اللي المصمم سلم الثاري فيه مفتاح الخزنة اما الثاري قتل الفريق اللي معاه وضرب نار على المصمم فالمصمم خد المفتاح بسرعة وحبس نفسه جوه المخزن ومن ساعتها والثاري مش عارف يدخل فبما انه وصل للاثار اللي كان سرقها ضرب نار على البطلة لكن البطل اما طلع لهم ريحة فطستهم وقدر يخدها ويهرب وراحوا بقى لباقي الفريق اللي هم كمان ما كانوش في احسن حال عشان لما كانوا بيحاولوا يرجعوا الاتصال بالبطل رجالة الثاري تلعوا عليهم والقائد نجي باعجوبة وكان بيقاتل باحتراف عالي خلى الهكر منبهرة بي جدا والروش كان متقلق قوي وضرب كتير والضرب بس انتصر في الاخر حتى القائد كان افتكر وتصاب بس الروش قال له لا يا معلم استحالة ده انا مقلب بدل من بدل البطل زائد انها لابس بدلة الطعناط بتاعتي وبتاعتك يعني انت في ده مش مشكلة اهم ما حاجة حياتي وكان زي الفل سليم اما الهكر فكانتها تتخطف شخصيا بس المحتالي الاستوريجي هانقضها وبعدين اعتذر للقائد على اخيانته وقال له مش هيعمل كده تاني فبما انه كله تمام راحوا المستشفى عشان يلحاوا البطلة وبعد ما القائد اطمن عليها كان ناوي يجيب اذن من النيابة ويقبض على الثري عشان يضرب نار على الشرطية البطلة بس رئيسه رفض وقال لوركين على جنب الفترة دي لانها فكك فريقك قري ده غير ان كل الاثار اللي القائد جمحة اختفت بما فيها العملة الاصلية الاخيرة اللي وقعت في ايد الثري حاليا والدنيا لوشت وطبعا الثري في قمة ساعته ووزع شوية اثار من عنده على اتباعه كده تفريح ما مش بتاعته بقى ده غير انه عرف مكان الكنز باستخدام العملات فبدأ يجهز لرحلته واول حاجة عملها قال لجامد يخلص على البطل بعد ما عرف هو ابن مين فده هيروح للبطل الشقة وهيحاول يقتله ووقتها كان فيه رعد والبطل بيجيله زي هلع كده شوية لانها بتفكره بالليلة وفاة بابا ومامته فكان ضعيف شوية وبيتضرب وبيضرب بس لما لقى على ايد الجامد علامة عرف ان ده هو المجرم اللي قتل اهله فتعصب عليوها رضرب لان احنا نكتشف ان اهل البطل كانوا علماء اثار والثري حاول يرشي ابوه مقابل انه يدور له على الكنز لكن ابو البطل ما وفقش فالثري بعث الجامد قتلهم وحلان البطل رمى الجامد من الشباك بس ممتش المهم القائج يلحقه وبعدين لقى البطل فقاد الوعي في ايده فاخدوا يعالجه وبعدين لقى البطلة بتهديه المهم الكل خطط يقتحم بيت الثري مرة تانية وقدروا فعلا يوصلوا لخزنة قطو ولقوا كتاب تاريخي ممكن يدلوهم على حاجة ده غير انهم اكتشفوا مخطط الكنز وعقبال بقى محراسي الثري اكتشفوا ان فريق البطل عمال يتجول ويمرح في القصر بقى له زمن كان فريق الابطال هرب بثلاثة اصلة بس الجامد شاف على اللي التوب اللي فتحوا القائد ان اخته اتقاتلت من زمان ورئيسه كان بيشتغلوا وبيلعبوا بالتكنولوجيا بفيديوهاء على اساس انها في حمايته بتتعالج فقرر ينتقم وقتل مساعدة الثري العقربة دي بعد معارف منها ان اللي قتل اخته هو الدراع اليمين للثري الجديد المهمة السهولة هتقعد تترجم الكتاب والادلة المكتوبة بالياباني اللي فريق البطل جمحها وقعد التقلم الملخص بيقول ان في بير كبير ولحظة مصرية ونجوم لها ديل هتلزق في صخرة ودي قبر الروح بس كده فالكل سقف على الترجمة وقال لها واضح ان في مجهود بس اين نفهم كلمة مفيش فالثري بقى ايه ده فقعد يعملوا بقى وصف كده للانغز اللي تقالت وعرفوا شكل مكان الكنز فين اللي العملات بتدل عليه وانعرف ان الكنز ده مش بس للاثار لا ده كمان في حجر جوه اسمه حجر الحياة بيتجي الحياة الابدية للشخص وده بقى الثري هيموت عليه فالبطل قال لهم يسبقوا على مكان الكنز بسرعة على ما يشوف حاجة ويرجع له ففريق البطل لما راحوا لقوا المكان متلغم شرطة والجيش واسعاف ومطافي الثري هو اللي بعيتهم عشان يعطلهم فوهم ما بيحاولوا يدخلوا المكان لقوا المحتالي الأسطوري اتضرب بالنار من رجالة الثري وهو بيحمي البطلة ساعة القائد خلى البطلة تهرب وخلى الشرطة يقبضوا عليه مقابل انهم يلحقوا المحتالي الأسطوري على المستشفى وده اللي حصل وبالنسبة للروش المفروض كان يساعدهم في الخطة بس ده ما يعرفش ينفع نفسه حتى اما البطل فكان عند كاهن كبير بيسأله عن حجر الحياة فالكاهن قال له بصي حبيبي ده الحقيقة بيشفط حياة البني قدمين مش بيطولها لأن التمعانين فيه أكد حرامية وميستهلوش يعيش فالبطل كان في طريقه الباقي الفريق بس الدرع اليمين للفريق خبطوا بالعربية ونوي يقتله حظ البطل إن الجامد جاه يخلص على الدرع اليمين ده لأنه قتال أخته واللي اتنين تحنوا بعض تحن لحد ما سمعوا صوت الشرطة فالدرع اليمين هرب والجامد ساعد البطل يهرب قبل ما يمشيه فالبطل هنا أم قرر يروح يجيب الحجر ويدمره عشان محدش يوصله وخد بدلته وروح لمكان الكنزة على أساس ينقذه بس الجامد كان سابقه وخلص على الدرع اليمين ورجالته كله وبعد كده رح على الفريق اللي خلاص لقى الحجر وفاكر نفسه هيعيش للأبد هب الجامد قسر الحجر فوق دماغه لما رحه في الساعد فالجامد كان هيقتل نفسه بالمرة بس البطل وقفه وقال له ياخد العقاب المناسب لي وتاني يوم القائد تلع في مؤتمر صح فيه أعلن عن الكنزة الجديدة اللي أخير الرجع للبلد ده غير إنهم أبضوا على كل أتباع الثري وفضحوا في الإعلام بكل المصايب اللي عملها من تجارة الآثار لحد تجارة الأطفال البعيد أصل الحاكر ده كان فتح ملجأ أطفال مخصوص وبيستغلهم في زراعة الأعضاء عشان كل ما حاجة عنده تبوز يعملهم كقطع غيار يلا هو رح في دهية أما المحتال الأسطوري فبعد الحوارات دي اختفى وساب جواب للبطلة بيعتذروا ليها إن باباها مات زمان وهو بينقذوا عشان كده كان بيحس بالذنب كل ما بيشوفها والبطلة واضح إنها يتخطط الموضوع ده ودلوقتي بقت تجيب الأطفال يعودوا معاها كل يوم في أجازتها يسلوا بعد أما القائد فواضح إن بعض القضية دي بدأ يعجب بالهاكر قوي بدأوا يخرجوا الساوى ويعيشوا سنهم اللي إحنا مش عايشينه والسهمنا رجعت ترزل على البطل من جديد وعايزاء يسوق مكانها لكنه قال لا على جثتي مش كل مرة يضحك عليها واخران بطل خد الحجر إدالي الكاهن دمره وبعد كده كان بدور على الأثار اللي تسرقت من قسم الشرطة لحد ما لقاها فبلغ باقي الفريق وهم ما صدقوا عشان شقوت الشغل وحاشتهم قوي وخلص المسلسل على كده مسلسل كان خفيف ولطيف ومحترم الصراحة بقى إن كتير ما بنتفرجش على حاجات محترمة من أولها لآخرة وعيد سعيد عليكو يا جماعة وأتمنى كلكو تفرح وتمرح أما عن أسامي في هنزي الجميل فمريم وصفية أما عن الرسائل ففي أكون باسم تشوفي وبتقول ممكن تدعو لي إن ربنا يخفف همي ويحل مشاكلي ومريم الخطيب بتقول ممكن تدعو لي أنجح وأجي مجموع عالي وكان باسم صفى عبد المنعم بتقول ممكن تدعو الأمل يوسف بنتي بالنجاح والتوفيق بالثانوية العامة هي أختها أمنية يوسف عشان نفسي أفرح بهم قوي بشهادتهم هم وكل زمالهم يا رب وشانا بتقول ممكن تدعو لي أنجح وعلاق أو ألاق بتقول ممكن تدعونا عشان إحنا منفخين في الامتحانات وكان باسم H-G-I-B-N-Z-U بتقول ممكن تدعو الأخوية إنه ينجح في الثانوية لأن حالته نفسه الصحية وقسدية سيئة جدا ومنا محمود بتقول ينفع تدعو لي أنجح صافي وثم بتقول ممكن تدعو صحبتي لأنها توفت قريب ممكن تدعو لها بالرحمة وكانت معكم لبنما جد دين عوضة من قناة كوريا أنياء